اشتركوا في القناة 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 ους اشتركوا في القناة واعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لن يتقدم البيض مسلوق كل يوم وحتى لو كانت الانتاية بيضة فتنت تقدم البيض مسلوق قبل ان تبيض ثم انت لا تجهز البيض مسلوقه مرتين في الأسبوع لكن الانتاية بيض مسلوقه من المرة ولا لديك مشكلة حسنا ماذا الفضوح عن البيض مسلوقه انا قلت لكم اياها كثير واجهة الكلام مرة اخرى اللي هو البادتين قدموا بادتين ما في مشكلة على الموضوع نهائيون تمام اخواني البادتين لا ينضرب لا يعفين ويتحمل مدة اكتر من البيض المسلوك وما بيعمل تشحين طيب واللي ما عنده بادتين تمام هلا عنكم اهم نوع من الخضروات بمرحلة الانتائي وضع على البيض او الانتائي عندك باد يطبع على البيض هو البروكلي البروكلي اسمه البروكلي انا ما بقدم غير البروكلي هو التوب عندي او هو رقم واحد بالخضروات او بالفواكه طيب بعدها في عنكم التفاح تمام يعني انا مثلا انا مقدم بروكلي لنقول مثلا ثلاث مرات او اربع مرات بالاسبوع تمام اخواني طيب تفاح ما عندك بروكلي تفاح كمان اي شي نصيحة مني لا تقدمو كل يوم الا المعلف الا الخلطة يلي انتو بتقدموها لطيوركم متعارفة عليها ما بقدم انا كل يوم الا فقط الخلطة بروكلي مو كل يوم تفاح مو كل يوم الخاس مو كل يوم البيض المسلوء مو كل يوم اي نوع ما اتقدمو كل يوم تمام متل ما كم لاحظينها انا عندي هون اناتي عم جاهزة للف العش ان شاء الله هيا مقدمو انا بروكلي عندي الانتاية هون مع الدكار وعندهم فرخ مقدمو بروكلي وهون بيضة بيضتين بس سواء انا البيضتين حضطلي هون بيض بلاسيكي طيب انا عندي هون كمان افراخ بسم الله ما شاء الله حضطلي بروكلي وهي هون متل ما كم شايفين انتو هاي الام طابة بالعش وعندها بسم الله ما شاء الله على حب النبي كل يصلي عن النبي عندها خمس الفراخ البركة تمام هذا الاب وهدول الفراخ خضطلن شو بروكلي طيب هذا هو المرنامج الغذائي اذا عندك انت الانتاية طابة على بيض بقدم له هدول انواع طبعا في كتير انواع تمام من الخضروات والفواكه اي نوع عندك من الخضروات والفواكه الجزر مع البيض الجزر مبروش وتبرش البيضة بتقدمها لطيورك واذا عندك باتتين بحط فوق باتتين طيب اذا ما عندي بيض او ما قدم بيض كمان او ما عندك باتتين ايضام الحبار كمان كتير ممتازة انا لحطيكم الى صور طبعا ان شاء الله لحتى يعني تفكوا الفكرة اكتر وتفهموا علي اكتر طيب هذا الى كلها عم يسأل انه اخي انا عندي والله مثلا الانتاية طابة على بيض بقدم له مثلا خل التفاح ما في اي مشنيه قدم له خل التفاح الطبيعي بالمشربية وهذا الشي بالعكس بجيد الطير لا يضغله لماذا؟ ممكن انتائي مثلا يكون عندها نقطة سودا او عندها مرض الجبيد ما لك عرفان انت لحتى ما يطلع عندك انت فراخ فيها نقطة سودا طيب مع اول مثلا انا قدم لطيوري مثلا اول انتائي عندي مثلا بيضة مع اول مثلا اقدم له انا مقوع الزنجبيل ما في اي مشي عن الموضوع ما شاء الله طيور فتحت كل ياتا لا ما شاء الله يعني مقصد حديثي انا فيك تقدم انت بعض المناقية المذكورة عندي بالقناة او مثلا مثل المنقوع الحلبي خل التفاح التوم والليمون منقوع الزنجبيل الزعتن البري ما في اي مشكلة نهائيا عادي طبيعي انت بتقدم شي طبيعي لما انت بتقدم شي كيمواو يبقل له انا لا اخي ما في داعي تقدم شي كيمواو طبعا هون هي بسم الله ما شاء الله لعشاق الباجي نحن نعمل ان شاء الله فيديو على اللقسيول اللي اجيت على الغرفة جديد باسم الله شو انواعه وشو اسعاره لاحظة بسيطة ملاحظة اخيرة اللي هي مشان تكون انتوا بالصورة الانتاية على فكرة لما تكون بيضة الاكل تبعها كتير بصير قليل ليش بتقوم بتاكل وبتطب على البيض يعني ما عاد تكون اكله مثل ما كانت تاكل وقت تكون عندها مثلا الفراخ او تكون مثلا عم تجاهز لحتى تحط البيض الافضل وقت تدعم الانتاية فيه هو لما تكون الانتاية لفت العشب تطير وقت تفريخ هذا افضل وقت هذا اللي بتاكل فيه مضبوط وانت بتلاحظ على المعالف عم تبضى ضغري ليش انه عم تطعمي فراخة او عم تاكل حتى تحط البيض الوقت اللي حاضنة فيه البيض الخمس عشر يوم او ثم عشر يوم انت بتلاحظ على المعالف ما عم تبضى ضغري واذا بحط لنا بروكلي او تفاح او بيت مسلو او اي مكان ممكن يضل يوم او يومين او ثلاثين طيب لهوم بكون الفئة تبعنا خلاص بتمنى ان شاء الله يكوننا لعجابكم بتمنى ان شاء الله يكوننا نحن عن حظر صنقهم وكام معكم ابني الشام والسلام عليكم